نعم صحيح وهذا تطور يجدر التوقف عنده هو تطور لافت لأن هذا الاستهداف في ثقنة زبدين بمزارع شبع المحتلة نفذه حزب الله كما أعلنه رسميا قبل لحظات بمسيرتين انقضاضيتين هجوميتين محملتين بالمتفجرات كما جاء حرفيا في البيان الصادر عن الحزب وهذه هي المرة الأولى على ما أذكر يعلن حزب الله أنه ينفذ هجوما بمسيرة مقاتلة ليقاع إصابات في الأهداف التي يقصفها إذن هذا التطور الذي بدأ يعتمده حزب الله وكنا قد تحدثنا عن هذا الأمر صباحا حزب الله بدأ يعتمد أكثر فأكثر على حرب المسيرات الآن هو يستهدف ثقنة بمسيرتين هجوميتين وفي وقت سابق من الليلة الماضية أسقط مسيرة مقاتلة إسرائيلية إذن الآن مسيرة مقابل مسيرة هذا هو التطور في هذه العمليات الحربية المستمرة في المناطق الحدودية في جنوب لبنان والآن وقبل أقل من يوم على الكلمة المرتقبة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نلاحظ أن الأوضاع على المناطق الحدودية في مختلف قطاعات الجنوب تطورت دفعة واحدة وبوقت متزام نفذ حزب الله هجمات على أكثر من موقع هنا في القطاع الشرقي على موقع المرج وأيضا الواقع قرب بلدة حولة وأيضا على موقع العاصي وأيضا في القطاع الغربي نفذ هجوما على موقع رأس النقورة وأيضا في القطاع الأوسط نفذ هجوما على موقع ضهيرة بطبيعة الحال ردت القوات الإسرائيلية بقصف للمناطق المحيطة لهذه المواقع في المناطق اللبنانية وأيضا بدأت منذ قليل الطائرات طائرات الاستطلاع الإسرائيلية طائرات الأمكا بالتحليق بكثافة في سماء المنطقة لا أدري إن كان الصوت يصل إليكم ولكن هذا التحليق مستمر بالتزامن أيضا مع هذه الهجمات التي نفذها عناصر حزب الله طيب قبل حوالي أكثر بقليل من نصف ساعة من الآن إذن كرودي حين يتم التحدث الآن عن اشتباكات أو أعمال عسكرية في الغيرة والمرج والعاصي هذا هو ما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية بأن أكثر من عشرين قضيفة هاون تم إطلاقها وثلاثة صواريخ مضادة للدبابات صحيح؟ نعم من الجانب الإسرائيلي بدأ الإعلان عما تعرضت له المواقع الإسرائيلية وهنا من الجانب اللبناني نحن استطعنا أن نرصد أصواتا ودويا مدفعيا وبدأت الأنباء تتتالى ولكن الخبر الرسمي الوحيد الذي أعلنه حزب الله حتى الآن هو تبني هذا الهجوم بالمسيارتين الهجوميتين على الثكنة في مزارع شبعة المحتلة تلا ذلك أيضا اشتباكات ونحن سمعنا الدوي قويا جدا في المكان الذي نحن موجودون فيه لأنه قريب لنا في منطقة مزارع شبعة ونحن هنا في القطاع الشرقي وأيضا يعني وصل القصف المدفعي إلى محيط بلدة مركبة وإلى محيط بلدة حولة وأيضا هاتان البلدتان مطلتان على موقع المرج الذي أيضا استهدفه حزب الله بعد ظهر هذا اليوم من ضمن المواقع التي استهدفها فإنما ما يجدر التوقف عنده تلك المواقع قصفت بالكورنات على غرار المواقع الأخرى طيلة الأيام الماضية ولكن الموقع في مزارع شبعة المحتلة قصف بمسيارتين وصفهما حزب الله لأنهما القضاضيتان هجوميتان محملتان بالمتفجرات موسيقى